بالأمس كانت العاصمة أبوظبي محط الأنظار بعد احتضانها لحدث رياضي كبير يبرز مكانتها على أجدنة الرياضات العالمية فقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبير عاه الله وإخوانه وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان وليعد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأولياء العهود وعدد من قادة الدول وكبار الشخصيات شهدوا اختتام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى الفورميلوان في نسختها الثالثة التي جرت منافساتها على مضمار مرساياس شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبير عاه الله وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأسموه أولياء العهود اختتام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورميلوان في نسختها الثالثة والتي جرت مساء اليوم على حلبة مرساياس بحضور جلالة الملك خوان كارلوس الأول عاهل مملكة إسبانيا وفخامة جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب إفريقيا وفخامة الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا وفخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية القابون وفخامة جيمس أليكس مايكل رئيس جمهورية سيشل وفخامة الرئيس رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان كما شهد السباق صاحب السمو الشيخ احمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم وأم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وأولياء العهود ونواب الحكام كما شهد السباق الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين والشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد قطر وعدد من ضيوف البلاد وحشد من المدعوين وحضر السباق أيضا سمو الشيخ طحنون بن محمد آل انهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل انهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل انهيان مستشار الأمن الوطني والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ انهيان بن زايد آل انهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل انهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل انهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس إدارة طيران الاتحاد وعدد من الشيوخ كما شهدت السباق سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الأعلى لمجلس الأمومة والطفولة والملكة نور الحسين مؤسس ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة الملك الحسين وشاهد الحضور من على برج الشمس جولات المنافسات الختامية لجائزة طيران الاتحاد الكبرى للفورميلا ون والتي تسمت بالندية والإثارة والتشويق على مضمار حلبة مرسياس وهنأ الحضور ضيوف حلبة مرسياس من الملوك ورؤساء الدول وكبار الشخصيات قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على النجاح المتواصل الذي تشهده سلسلة سباقات جائزة طيران الاتحاد الكبرى للفورميلا ون ومستوى التنظيم الرفيع الذي ظهرت به النسخة الثالثة هذا العام والتي أبرزت مكانة أبو ظبي على أجندة الرياضات العالمية مؤكدين أن مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى مناسبة طيبة لتوثيق عرى الصداقة وتقوية صلاة التعاون بين مختلف شعوب وبلدان العالم